وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للرئيس الصينية شي جين بينجا والشعب الصيني الصديق وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الحزب الشوعي الصينية وفي كلمته أكد الرئيس السيسي أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها نهول من دواع فخري واعتزازي أن أتوجه لكم ومن خلالكم إلى الشعب الصيني الصديق بكل التهاني بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد السين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949 ثم قادها وما زال إلى يومنا هذا بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية التي دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى وقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية وتستلهم من تاريخها قوة دافعة للحداثة حيث أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها